للمزيد من المتابعة ينضم إلينا على الهواء مباشرة الدكتور علي الإدريسي عضو الجمعية المصرية للاقتصاد والتشريع دكتور علي بعد التحية أهمية هذه الخطوة والعائد منها لمصر تفضل خلينا نقول طبعا أن هي خطوة مهمة جدا ضمن خطوات التحول الرقم للدولة بتقوم بيها احنا كنا بنعاني بشكل كبير من طول الفترة الزمنية المستغرقة للإفراج الجمركي وده كان بيأثر كمان بشكل واضح في مؤشر التجارة عبر الحدود اللي بيعتبر واحد من مؤشرات الفرعية بالنسبة ليه مؤشر سهولة ممارسة الأعمال اللي بيخرج من البنك الدولي احنا ما بنيجي نشوف حتى التقرير الخاص بسهولة ممارسة الأعمال احنا يمكن نتحسنها بشكل كبير جدا على مستوى سهولة ممارسة الأعمال في مصر لكن بالنسبة ليه الجزء المتعلق بالتجارة عبر الحدود احنا كنا واخدين فيها مركز يمكن للأسف الشديد غير مقبول احنا كنا 171 من ضمن 190 دولة وبالتالي الدولة بتبزي الجهود كبيرة جدا لتحسين هذا المؤشر وعلاج المشاكل المتعلقة بالافراج الجمهوركي بحيث ان احنا كمان ينعكس دوت على مناخ وسهولة الأعمال في مصر ده جزء الجزء التاني ان المستوى كان بيتعامل مع ما يقب من حوالي 24 جهة ازاي ان احنا نقدر نعمل معامل مركزية نقدر ان احنا نقلص من البروقراطية الروتين ما ينتج عنها للأسف من بعض عمليات الفساد اللي بتؤثر بشكل واضح في هذا الأمر وبالتالي مع التحرك بالشكل المتطور دوته وبالشكل التكنولوجي احنا بنحارف فساد احنا بنقلل كتير من الوقت والمجهود اللي كان عبق على المستوى واللي كان بيأثر بشكل واضح اكيد فيه ارتفاع اسعار السلع المستوى ده نتيجة الوقت المستغرد فيه المواني والاجراءات وتعدد الجهات كمان ان احنا ازاي بنحسن من مؤشر تجارة عبا الحدود بالنسبة لي الاقتصاد المصر وده بيعكس سهولة في مواسطة الأعمال وبيعكس تنفسية اكبر للاقتصاد المصر مقارنة بعديد من اقتصادات المنطقة كمان ازاي ان احنا دلوقتي بندي رسالة مهمة جدا لكافة الصغار المستوردين ان هما كمان يبتدوا يخشوا في المنظومة بمعنى ان عملية الاستراد ليست مقتصرة على عدة اشخاص ولكن دلوقتي مع توفر السهولة والاجراءات التكنولوجية احنا بنوتيح الفرصة لعديد من المستوردين الجدد ان هما يبتدوا يدخلوا في هذه المنظومة الجزئية الاخيرة والاهمة في هذا الامة هو المرتبط بقواعد البيانات ازاي ان الدولة يتوفر لديها قواعد البيانات بالنسبة لعمليات الاستراد وحجم السلع دي كلها اجاءات هتتم بعدك عن طريق الحوكمة اللي الدولة بتطبقها في المنظومة الجديدة طيب دكتور علي اسمها انشاء معامل فحص مركزية نموذجية يعني اريد ان اقف معك حول هذا الوصف نموذجية هل هناك معايير لهذه النموذجية التي تريد مصر ان تصل اليها في انشاء هذه المعامل المركزية فيها جزء مرتبط بان يتوفر فيها كافة الجهات ان هي تضمن سرعة التنفيذ ودقة التنفيذ ان عملية الاستراد بالنسبة للسلع اللي هتبتدي تبقى موجودة في السوق المحلي يكون بيتوفر فيها جميع المواصفات والشروط سواء كانت الصحية او البيئية كمان ازاي ان احنا يبقى الجزء مرتبط بالشكل الالكتروني والشكل المرتبط بالتحول للرقمي بحيث ان دولة يسهل على جميع الاطراف في ان الدولة تحافظ على حقوقها من حيث الرقابة ومن حيث الارادات الضربية والرسوم المطبقة على اسرع باختلاف انواحها وفي نفس الوقت تقدر تضمن بشكل كبير للمستويد ان هو ينهي اجراءاته وان هو يحصل على الافراج الجمهوركي في اسرع وقت ممكن والنموذجية هنا هو الغرض منها نموذجية التطبيق وسرعة ودقة التطبيق طيب بالنسبة لي يعني سمعة مصر عندما تطبق هذه يعني المعامل المركزية للحوكمة وسرعة الاداء والنموذجية للجمارك والموانئ بشكل او باخر ما هي المكاسب من هذا الامر بالنسبة لسمعة مصر دوليا في هذا المجال اهم حاجة يمكن زي ما احنا بنأكد فكرة مؤشر التجارة عبر الحدود واحد من اهم المؤشرات اللي كتير من المستثمرين بيبتدوا ان هما ينظروا اليها لان المستثمر لما بيجي بيعمل استثمارات مباشرة بيبتدي ان هو الغرض الرئيسي مش ان هو بس يسد احتياجات السوق اللي هو بيعمل به ولكن كمان بيبقى فيه جزء مرتبط بالانتاج نحو التصدير او حتى بيبقى عنده جزء مرتبط باستراد للمواد الخام وبالتالي عملية التجارة عبر الحدود سواء السلع الداخلة للاقصاد المصري او السلع اللي بتريد تخرج منها موضوع الاجراءات والضوابط الخاصة بالجمرك ده جزء مهم جدا وبيبتدي ان هو ينعكس بشكل ايجابي مع تحصنة على جذب المزيد من المستثمرين وبيبتدي كمان ان هو يفع تنفسية الاقصاد المصري بيبتدي ان هو كمان المشاكل اللي كانت مرتبطة بعديد من المواد الخام اللي كانت بتتعطل بشكل كبير في المواني ازاي ان هي يبقى فيه سهولة في دخول المواد الخامدية الخاصة بالصناعة مجموعة من السلع الاساسية او عملية استرادة ازاي انه يبقى فيه سهولة لان عملية الافراج الجمهوركي كمان الوقت الكبير جدا اللي كان بيستغرق للحصول على الافراج الجمهوركي والإجراءات المعقدة جدا اللي احنا كنا بنعاني منها في فترات طويلة كانت بتأثر بشكل واضح جدا كمان على رغبة المستثمرين وأوقع المصدرين من دول أخرى لإقصاد المصدر نتيجة التعقيدات دي كلها احنا كمان نبتدينا نشتغل على جزء مهم جدا مطابق حتى بقانون الجمارك اللي يمكن خرج الشهر الماضي واللي هيبتدي كمان يسحل بشكل كبير جدا وهيبتدي يعجل من الوقت اللي كان بيستغرق احنا كنا بنشوف للأسف الشديد 24 جهة بنتحدث عن وقت كبير جدا كان بيتم استغرقه وكنا بنسمع عن بضائع بتفضل لفترات طويلة جدا في المواني دلوقتي مع الإجراءات اللي الدولة بتقوم بيها وشايفين رئيس الجمهورية بنفسه بيأكد على وجود هذه المعامل وعلى تسهيل الإجراءات مع ضمان الدقة والأمان والسلامة بالنسبة للسلع اللي بيتم استغرقها دي كلها أكيد هيبقى لها انعكاس مهم جدا وبالأخص بالنسبة للمستثمين الأجان طيب ما هي الدول التي تطبق هذا الأمر بشكل أو بآخر وما الذي يميز مصر عند تطبيق هذه النمازج أو هذا النموذج في الموانئ والجمارك للحوكمة وسهولة وسرعة الإجراءات بشكل أو بآخر ما الذي يميز مصر عن الدول الأخرى التي تطبق هذا النموذج بالفعل فيها مصر طبعا بيميزها أن هي سوق ضخم جدا أكثر من 100 مليون موقع جغرافي كمان احنا دلوقتي بقينا في منطقة منطقة تجارة حرة إفريقية داخلت حيز التنفيذ دي كلها أكيد حوافز كبيرة جدا لعديد من المصادرين من الدول الأخرى أنه هو يتجه إلى مصر لأنه مش بيتعامل بس مع دولة ولكن أصبح بيتعامل مع القرى الإفريقية ككل ده كله جزء مهم جدا بيميز مصر بجانب طبعا لقاة سياسية ودبلوماسية جيدة مع معظم دول العالم الدول اللي طبقت هذا الأمر معظم طبعا الدول المتقدمة أكيد دلوقتي في ظل مناطق التجارة الحرة والاتفائيات كل الدول بتحاول أنها تطور بشكل كبير جدا من الإجاءات والضوابط الخاصة بعمليات الاستراد وتصدير بحيث أن يكون مؤشر تجارة حروض واحد من أهم المؤشرات اللي الدولة كلها بتتحرك عليها واللي كمان بتقدر ترفع من تنفسية اقتصاد دكتور علي الإدريسي عضو الجمعية المصرية للاقتصاد والتشريح حدستنا عبر الصوت والصورة شكرا جدا لحضرتك